غاد عيد رح أطرح عليك عشر أسئلة حاضرة هل برأيك نحن بحاجة الآن إلى انتخاب الرئيس جمهوري أو هيدا الأمر بينطر لبعض هدنة أو وقف إطلاق نار أكيد هيدا الحاجة هي كل يوم حاجة يومية لأنه نحن بلد بل رئيس يعني ما بعرفين فيه بالعالم بلد بل رئيس ولكن بهذه اللحظة الأولوية هي أولوية أخرى يعني مش الحاجة مالسة هلأ لرئيس ويجي رئيس على وقع هذه الحرب ما رح يكون بالقوة اللي نحن منطلبها من الرئيس المقبل فرض أنه يكون في توسع للـ 1701 والخروج أكتر إلى الـ 1559 ما بعقد الأمور أكتر يعني لماذا لا نكتفي فقط بالـ 1701 وما منطبئ إلى الـ 1559 ما فينا نقول أنه عم نطبئ قرار 1701 كقرار دولة ما نطبئ إلى الـ 1559 وما فينا نقول أنه نحن عايشين ببلد في عنده دستور ما نطبئ دستوره فالدستور اللبناني نص على منص عليه واللي هو نزع سلاح الميليشيات 1559 اللي أكد على منصه الدستور ورجعنا 1701 كمان أكد على التزام بالـ 1559 الطيار الوطني الحرب تبتشعر من خلال جبران باسيل هو مع الـ 1701 ولكنه ضد الـ 1559 ما هو عرب الـ 1559 هو ميشيل عون لمن يعود بالذكرى ميشيل عون وقتا كان بالمنفى رأى على الكونجرس وطالب هناك بـ 1559 ونزع سلاح حزب الله معروفة عن ميشيل عون هذه الواقعة فما بعرف اليوم كيف بيقدر تياري ناقد حاله بهذا السلوب بهذه الطريقة هل تخلت إيران فعلا عن حزب الله؟ ما هو واضح أنه نعم إيران تخلت عن حزب الله وعم تقبض أسمان وأنا برأيي تخلت بالبداية قبضت أسمان من ترسيم البحر لأنه كلنا عم نحكي أنه هيدا الخط 29 للبنان حتى مع حزب الله كلف خاطره أنه يتوقف عند هيدا الزريعة وما يعمل ترسيم بحر مع إسرائيل لأنه طلبت منه إيران هيدا الشيء هل برأيك الجيش اللبناني حاضر لحماية الحدود؟ نحن نرى الناس تبسل الجيش اللبناني بمحطات عديدة بنهر البارد وغيرها لماذا يمنع الجيش اللبناني؟ أنه يكون حاضر إلا إذا مفروض يكون هناك قرار لحضوره وجهوزيته وتسليحه كمان برأيك الشروط التي فرضتها إسرائيل والتي جاء يحملها هكستين برأيك هي شروط تقبل فيها الدولة اللبنانية أو هي شروط تعجزية؟ وشو الهدف من هذه الشروط التعجزية؟ لا إسرائيل اليوم هي بتعتبر حالة منتصرة وعم تفرض شروط تعجزية لأنه بدأت تكمل أكتر بالقضاء على ما تبقى من حزب الله ومن لبنان يعني نحن للأسف منقول حزب الله ولكن هيدا اللي عم بيدفع ثمن وهو لبنان ثورة 17-20 من وراء مين فشلت؟ من وراء عوامل عديدة ومن وراء إفرازات كمان الانتخابات اللي ما إفرازت أشخاص يقدروا يحافظوا على هيدا الثورة بهالقد قوة بهالقد صلابة بهالقد عناد نواب 17-20 اللي طلعوا برأيك هن بقيوا على الوعد؟ لا أكيد خزي له جمهورا أكيد مية بالمية أنه خزي له جمهورا مع أنه أداءهم السياسة كان مدروس وأداءهم السياسة بس كانوا ضعيف ضعيف جدا يعني الثورة بدأ نبض وهن نواب ثورة مش مش نواب تغيير هن لأنه منه بيد من أدوات التغيير هن نواب ثورة والثورة بدأ نبض بدأ قوة بدأ مواجهة هن ما هم تلكون هون الأدوات شو بتقولي للأشخاص على السوشيل مير اللي عم بيدعو بتسكير الام تيفي وبتكسير الام تي في ما رح يقدروا يسكروا الام تي في ولا رح يقدروا يكسروا الام تي في ولا رح يقدروا يسكتوا أي صوت عم بينادي بالحق يعني الأفضل أنه يكون فيه شوية رواق بين اللبنانيين بين بعضهم البعض لنتخطى هذه المرحلة الصعبة عم نشوف موجة نزوح للطائف الشعية إلى العراق كتير كبير يعني مؤخرا 11 ألف عائلة الشعية تواجهت إلى العراق برأيك هذا هو توطين مقنع للشيعة لبنان بالعراق ما بيقدروا الشيعة لبنان يعيشوا غير بلبنان وما في حدا لبنان يعيش غير بلبنان وكل اللبنانيين رح يجعوا يعيشوا بأردن والشيعة هن ولاد هيد الأرض يمكن كان فيه ثقافة أسسة حزب الله بالمناطق الشعية تختلف أيضا عن ثقافة اللبنانية وكلنا بنعرف عائلات الشعية إن كان بالبقعة وبالجنوب منهم بيشبهونا مية بالمية ومنهم غريبين عنا فيه ثقافة معينة وفيه حالة طرقة طرقة كل هالسنوات الماضية تغير بعض الملامح ولكن الناس بترجع لأسالتها ولأرضها ولوطنها غاد عيد جوابتي على عشر أسئلة شكرا لقليك 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 شكرا لقليك